برنامج من مصر يكفي انه فيه اسم هذا البلد الجليل الجميل الذي حماه الله سبحانه وتعالى ويحميه دائما ويكفي هذه الاشارة من مصر من مصر انطلاقا من مصر اشخاصا من مصر زمانا ومن مصر مكانا ومن مصر في جميع الاحوال ومصر هي كما يقولون سرة العالم سرة العالم يعني العالم كله هو مركزه في مصر مصر هي قلب هذا العالم فعندما قال وهذا منسوب الى سيدنا نوح مصر ام البلاد فاللي احنا خدناه انه مصر ام الدنيا حتى نسبنا بيرجع الى مصر ام هو مصر ام صحيح مصر ام نوح ده يعني حفيد نوح حفيده حفيد نوح وابدت قال ابنه بتحرك اشكر فضلتك يعني هو نوح طبقا للروايات الدينية عنده سام وحام ويافث مظبوط فده من نسلهم من نسلهم من نسلهم طب الحياة فضلتك يعني واخنا بنتكلم عن مصر وبنقول لما نتكلم عن مصر برضو مصر فيها الازهر الشريف مصر فيها علماءنا الازاهرة الاجلاء زي فضيلة مولانا الدكتور علي جمعة ربنا يا ربي بارك في عمره وفي صحته فعلا الدين نزل في مكة القرآن نزل والوحي الشريف نزل على سن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ولكن هنجد يا مولانا ان التفسير وحب تفسير القرآن الكريم وحب تلاوة القرآن الكريم من مصر ده معنى ان فيه بركة عندنا معينة الا هذه البلاد وبعضهم يرجع ذلك الى ان الله سبحانه وتعالى قد خلق النيل في وسطها يعني مفيش بلاد كده النيل او النهر بشقها نصفين بالشكل ده هذه البلاد التي ليس فيها غابهة ولا سفانة ولا كهوف ولا جبال ولا بطرة كسيفة يعني خصيصة ربنا اختص بها هذه البلاد هذه البلاد بسهولتها وبناسها وبجوها ده جو معتدل ده لا برد ولا حر ده جو الناس بتيجي في الشتاء من اقاص الدنيا من الشمال ويعتقدون ان هذا فيه شيء من الدفء صح وهو في الشتاء لانه احنا درجة الحرارة 18 19 17 فده دفء وده دفء الايمان ولأذلك هذه البلاد استوعبت اهل البيت وحدثت لها كرامة الضيافة كرامة الضيافة يعني الشعب فيه من اذكياء العالم نحن لا نقول نحن اذكى الشعوب لا بس هنا في اذكياء العالم هذا الشعب الذي عبر تاريخي وإلى يوم الناس هذا اذا ما تمكن من العطاء اعطى واذا تمكن من الاختراع اخترع واذا تمكن من الاداب تصدر واذا تمكن وهكذا